اشتركوا في القناة هذا الموضوع الذي يتفعل السطح والذي حد الآن لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق ما بين الحكومة وما بين ممتل الطلبة حزب تجمع الوطني الأحرار والمكتب السياسي للحزب قرر أنه يشكل لجنة يعهد إليها بتقريب وجهة النظار بالقيم بوساطة بدراسة ملف من جميع جوانبه وأيضا لعرض حصيلة هذا الملف على المكتب السياسي المقبل من أجل اتخاذ القرارات الممكن أنها تنهي ومن أجلب الوراة موقف سياسي واضح للحزب والمساهمة في إنهاء هذه المشكلة هذه صفة عاجلة ونهائية طبعا واحد من العناويل الكبيرة جدا التي تطبع هذه المرحلة التي فات على المستوى السياسي هو التعطر المصادقة وتصويت على القانون الإطار المتعلق بالطربية والتعليم حزب تجمع الوطني الأحرار يتابع هذا القانون هذا ويتابع هذا الوضع هذا بكثير من الترقوب بكثير من القلق نتمنى أنه الفرق الذي بقي ولم ينضم إلى بقية الفرق في إيجاد ذلك الأفق الجامع نتمنى أنه يستدرك الوقت الذي يبقى ونقدره قبل ما تم هذه الدورة الشريعية أنه يتم تصويت على هذا القانون لأنه يرهن مجموعة العائلات